قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيليانسكي في خطاب تاريخي ألقاه في واشنطن أمام الكونغرس الأمريكي أن المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة لتصادي الهجوم الروسي على بلاده ليست صدقة بل هي استثمار في الأمن العالمي حرص الرئيس الأوكراني على إقناع الكونغرس ونسيما مجلس النواب الذي ستنتقل الأغلبية فيه بعد أيام من الجمهوريين بمواصلة تمويل المساعدة العسكرية الحيوية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا للتصدي الغزب الروسي شدد على أن أوكرانيا لن تستسلم أبدا القوات الروسية التي تهاجم أراضيها منذ الرابع والعشرين من شباط الماضي وأضافه الجيش الروسي شن حربا ضد مدينة بخموت شرقي البلاد لكنها صمدت الروسي استعملوا كل ما في جعبتهم من ذخيرة وطائرات ومدفعية لكننا صمدنا أمامهم بلادنا لن تستسلم والدعم الأمريكي ضروري للانتصار في أرض المعركة اعتبر رئيس الأوكرانينا روسيا وجدت في إيران حليفا لها فيما سمى حرب الإبادة ضد أوكرانيا كانت طهران قد أرسلت لموسكو المئات من الطائرات المسيرة الأمر الذي اعتبرته كييف تهديدا لبنيتها التحتية كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد استقبل نظيره الأوكراني الذي يزور واشنطن كأولي وجهة خارج بلاده منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد كييف ظهر زليانسكي وهو يقف إلى جنيب جل وجو بايدن مرتديا سطرته العسكرية لالتقاط الصور لهم تقضي الأمريكين تقضي الأمريكي أقول هذا في المترجم أكثر أكثر لن نسفرنا لكن تقضي الأمريكي مع هارة المحاamba تقضي الأمريكي مع كل إيقراء بنجد أن حرارة وإنه المسكر أكثر الكثير أكثر 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 أكبر أكبر شكرا